مرحبا وصفتنا اليوم وصفة اتجاج محشي تفيد العزايم وطريقة كلش سهلة وشهية بعد تتبيل اتجاج تقريبا 12 ساعة او يوم كامل نوع الحشوة المستخدمة نستخدم تمن عمبر لعنيت الطعام طيب وإضافة زبط اما بالنسبة لإضافات الثانية كالبوتيتا او الكشمش او الجسر او بازالي او اي نوع ثاني تحبو نضيفوه براحتكم ممكن نضيفوه بيا حشوة التمن المقادير الموجودة هنا بالفيديو تقريبا تكفي اربع اشخاص اذا عندك عزيمة او عندك ايش اذاني ممكن تستخوين ثلاث دجاجات تتبيليهم وتتحشب نفذ الكمية ما تتمن جدا سهل انا احب احشيها بكمية كبيرة من التمن يعني تغنيني على انه اصبوها تمن نبدي حسة حاليا بالطريقة عندي هنا دجاجة امتبلة قبل يوم كامل امتبلة بلبن وبهارات وبهارات فلفل اسود كاري كركم ولمندوزي وملح بعد ما اعزل الجلد عن العظم بالطريقة هذي موجودة قدامكم لاحظوا انه شلوم ما فصول الجلد تماما عن الدجاجة وراها ابدي اخسلها بمي لكن مدحت البوري انا قاعدة شوية وامسح التتبيلي حتى لا صار عندي ملحة هنا ورا ما حضرت التمن عبارة عن بصل اقلي واضيف لفوقها ابهارات برياني واثنين ماجي وهيل وقرنفو وشوية ملح طبعا ما انتظر الاستواء التام للتمن مجرد انه يتهدر مدة 10 دقاق على النار حتى له بعد حبايا ما مشكلة عندي ابدأ احشي بي لانه راح يستويه الدجاجة هنا انا اضافت كمية زبد للدجاجة هذه خطوة اختيارية بكي يكون مدعج يكون مضيفون او لا بس لاحظت لو راح احشي الدجاج بين الجلد واللحم بصورة متساوية او ازعها بحيث الدجاجة اذا كان وزنه كيلو راح ازل وزنه كيلوين بعد ما اكمل الحشو بجميع الاتجاهات من الفخد من الجناح من الصدر من الظهر ابدي وراها اغلق الدجاجة ابوبرا او خيط كون يتحمل حرارة او اي خيط دخين بالنسبة الي استخدمت هذا خيط جراحي موجود عندي قديم استخدمته ان انا راح اضيف تتبيرة الوجه اللي هي عبارة عن زبد دبت الرمان صاص وكتشب ويستطريني يوضيفونيها بعد بهارات كاري وملعقة سماك وملح شوية واد امسح بيها الوجه بعد ما اكمل هذه الخطوة الاخيرة امسح الوجه من جميع الجهات ابدي احضر الكيس الشوي اضيف له ملعقة شاي طحين ووزاها داخل الكيس تمنع التساقط دجاجة بالكيس بعد ما يديه الشوي انه انا راح اضيف بصارة وطماضة وهذا الشي حسب رغبتكم بعد ما اقفلها تماما اخلي السيليفون وضيف وقع ورق الزبدة واغلفها بهذه الطبقات كورية هالدجاجة يعني راح تنكبس عندي دجاجة كبس تام وما اكو اي مكان راح يطلع ملعقة هوا ولا تنسون انه هو تزرفون الكيس حتى ليطق عندي لان راح يصير الضغط بداخل الكيس عالي بعد ما اغلفها ببرق الزبدة اغلفها بالسيليفون بطبقتين سيليفون من جهة العرض ومن جهة الطول غلفناها هنا تقريبا بعد مرور ساعة ونص الى ساعتين الا ربع راح افتحها وتحتاج انه هو تتحمر من الجهتين رجعها بالفرن مرة ثانية تقديبا عشر دقائق على حرارة عالية من فوق ومن جوا هنا وصلنا لمرحلة التقديم استويت عندي دجاجة بعد تقديبا مرور ساعتين ونص او ساعتين اذا حرارة عالية والف عافية اتمنى تجربوها سونا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو باي